أرجع لكابتن أشرف وكابتن رامي كتير من الكلام يعني يمكن اللي مزود الفرحة شوية برونزية مهاش جديدة علينا والسوبر يمكن يا ما خدناه لكن اللي مزود شوية الفرحة واحد حملة الانتقادات اللي توجهت للفريق على مستوى الأداء والنتائج والجهاز الفني في الفترة الأخيرة وانت رايح على الصعب أنا قلت أنه 3 مطشات بتوعكس عام وما يمكن 3 من أهم أو أصعب 4 مطشات في السيزن ومن بعدها مع المجهود الكبير والحمل البدني والمستوى التركيز الصعق العالي جدا في كاس العالم رايح تلعب على طول مع فرق مريحة بقالها 10 أيام مطشين على بطولة ولقب كان الأهلي محتاجوا جمهور الأهلي محتاجين رغم كده الأهلي قدم مطشات عالية جدا نتائج محترمة جدا وطوق بالسوبر يعني احنا تعودنا على ده طول ما انت ناجح وماشي في مشهورك بتقابل دايما الانتقادات لكن للأسف في ناس بتنتقد انتقاد سلبي يعني موجه وده بيبقى غريب جدا لأنه النادي الأهلي الحمد لله على مر تاريخ كرة قدم في النادي الأهلي في أفريقيا ومحليا النادي الأهلي الحمد لله بيحقق نجحات غير طبعية غير مسبوقة يعني ما عندناش حد في مصر وفي أفريقيا حتى على المستوى الأسيوي ما فيش حد يقارم بإنجازات وتاريخ النادي الأهلي ميستر كولر توجه له انتقادات كبيرة جدا جدا رغم ان الراجل الموسمي اللي فات العلامة الكاملة في البطولات هذا الفريق أو هذه المجموعة من ثلاث سنين عاملين نجاحات غير مسبوقة يعني اعتقد ان ما فيش حد في تاريخ كرة قدم في مصر حقق حجم البطولات دي مع جيل طبعا الجيل العظيم للنادي الأهلي لكن انت طول الوقت بيوجه لك انتقادات طول الوقت بيوجه لك انتقادات سلبية للأسف لكن النادي الأهلي الحمد لله متعاودين نها بنمشي بنكمل في طريقنا بتحقق البطولات رغم الانكسارات ودي طبيعة النادي الأهلي أو سمة النادي الأهلي العظيمة إنك لم يبقى في انكسار زي خروجك أو خسارتك بطولة مهمة زي السوبر ليك أو الدول الأفريقي صحيح خسرتها لكن قدرت توقف مرة تانية قدرت تحقق برزينية كاس العالم بأداء ونتائج قدرت تحقق السوبر المصري بأداء ونتائج وده النادي الأهلي هي دي شخصية